اهلا بحراركم من جديد وطبعا كنا بنتكلم عن الاخطاء التحكمية في مبارات اسوان وعدم تطبيق بروتوكول الفار طبعا بنتكلم من اول الموسم حتى نهاية الموسم ان شاء الله عن فكرة الاخطاء التحكمية ومدى استفادة المنافس ومدى الضرر الواقع على النادي الاهلي ومن خلال حلقات فارروم كنا رصدين عدد النقاط اللي فقدها النادي الاهلي بسبب الاخطاء التحكمية وعدد النقاط اللي استفادت بها المنافس بسبب اخطاء التحكمية طبعا لما رأى خبراء التحكم لو استعرضنا الاخطاء اللي حصلت الموسم ده في مبارات النادي الاهلي والنقاط اللي فقدها النادي الاهلي هنجد انهم تسع نقاط على الاقل ليه بقوله على الأقل عشان مباراة غزل المحلة كان ليك راكل الجزاء وترضي في بداية الشروط التاني وانت متأخر 1-0 فممكن كنت تعادل وممكن كنت تقدر تفوز ولكن خدنا الأقل خدنا اللي هي نقطة واحدة على الأقل اللي هي نقطة التعادل في مباراة ودي دجلة وراكل الجزاء لبكهم عدم احتسابها مباراة البنك الأهلي إلغاء هدف أيمن أشرف وكمان راكل الجزاء لمست يد على مدافع البنك الأهلي لم يتم احتسابها مباراة دور الأول مباراة برامة زوليسة متكلمين عنها إلغاء هدف وضرب الجزاء لمحمد شريف مباراة غزل المحلة وكذلك مباراة الزمالك وراكل الجزاء لرامي ربيعة نتيجة دهس رجله من أحمد أبو الفتوح فتسع نقاط فقدها الأهلي من خلال الموسم الحالي في وجود الفار تسع نقاط أمر ليس سهل ولكن ما يصعب الأمر أن المنافس استفاد بعد النقاط المنافس استفاد ب11 نقطة ولازم وإحنا بنتكلم هنا نبقى وعيين جدا أن جماعة كل الفقرات التحكمية في مختلف القنوات هدفها أن تقول نتيجة المباراة إيه والأخطاء اللي أثرت على نتيجة المباراة إيه لأن ده فلسفة منقشة الأخطاء التحكمية فإحنا اللي بنجيبه مجموعة من الحالات معكم جدول يقدر أي حد وأي متخصص يراجع الحالات اللي احنا ذكرينها لو طلع في أي خطأ فيها يقدر هنا يحسبنا لأن احنا بنتكلم بقراء خبراء التحكم استفاد نادي الزمالك من 11 نقطة نتيجة أخطاء تحكمية مباراة برامدز إلغاء هدف إن بي ركلتين جزاء كان ممكن إن بيكسب المقاولين ركل الجزاء برامدز ركل الجزاء سموحة ركل الجزاء الأهلي ركل الجزاء لقطة ربيعة المصري ركل الجزاء والمقصة ركل الجزاء إذن الإجمالي 11 نقطة نتمنى في الأمطار الأخيرة من الدوي يكون فيه اهتمام أكتر بالجانب التحكمي عشان البطولة إن شاء الله بإذن الله يكون تتوجها لبطالها تتويج مستحق هما دول 12 نقطة بس احنا كان بين 11 نقطة لأننا زي ما قلنا بنقول خبراء التحكم ففيه مباراة الزمالك وأسوان عدم احتساب ركل الجزاء لصالح الزمالك وده القطأ الوحيد اللي جاء ضد الزمالك وبالتالي الزمالك فقد نقطتين بأخطاء التحكم فطبعا هتلاقوا إجمالي عدد النقاط 13 لكن احنا كان بين 11 عشان عاملين حساب للينا واللي علينا وإحنا الحمد لله ما فيش أي أخطاء تحكمية علينا خلال هذا الموسم من خلال أراء خبراء التحكم أخطاء مؤثرة في نتيجة المباراة ترجمة نانسي قنقر